صلتها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الدوء على مؤشر أداء تغير المناخ الصادر عن مؤسسة جيرمان ووتش لحماية البيئة لعام 2024 والذي أشار إلى حصول مصر على المركز الثاني والعشرين من بين ثلاث وستين دولة في المؤشر مسجلة واحد وستين وثمانية من عشر نقطة وحصلت مصر على المركز الثاني بعد المغرب على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أشار التقرير إلى أن مصر اتخذت إجراءات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق مثل تشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح